كان ذكر لي الشيخ القرضاوي رحمه الله في المراجعات أنه عرض عليه ذات مرة أن يتولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وجاءه ذلك الطلب أو جاءه عدة مرات الحقيقة بس إحداها كانت مع الدكتور محمد العمارة رحمة الله عليه الشيخ القرضاوي كان يدرك ماذا يعني أن يكون مرشدا عاما للإخوان المسلمين يعني مشاغل الجماعة وهموم الأمة كانت ستستولي عليه فالمهمة التي يشعر بأنه الأفضل فيها كانت ستفطل وهي العمل الدعوي والعمل العلمي هذا التراث الهائل الذي بفضل الله تركنا شهد الأمة نعم تعتذر وأنا عندما أتأمل في هذا الموقف يعني ربما قل من الناس من يعتذروا عن مثل ذلك نعم الناس تستهويها المناصب صحيح خاصة حركة مثل جماعة الإخوان المسلمين الجماعة الأكبر في العالم على مستوى العالم الإسلامي وهذا يعطيك مؤشر على طبيعة هذه الشخصية نعم صحيح يعني إذا تحدثنا أيضا عن عن الأسر الباقي من الخرضاوي وقبات أذنت لشيخ وصفه جزئية واحدة في هذا الموضوع نعم طبيعة القيادة في الحركة الإسلامية والجماعات والأحزاب أنها تكبل صاحب الفكر وخون الدكتور الرئيسوني يفرق بين حركة الفكر وفكر الحرك فكر الحركة مقيد لصاحبه بالنظم واللوائح والميثاق المؤسس والنظام الأساسي والاعتبارات السياسية والاعتبارات السياسية وأما حركة الفكر الأصل أنها تتحرك وتنداح في فضاء أوسع ولذلك كان من الطبيعي للشيخ بقامته الفارهة بعلميته الواسعة بموسوعيته وبعطائه المتعدد في مسار الأمة كان الأوفر له ولذلك كان متسقا مع نفسه ومتفقا مع قناعاته أن هذا هو المجرى الأولى له أن ينطلق في هذا الفضاء يعين الحركة ولكنه يلتفت أيضا إلى الأمة في كل قضاياها في هنا ملمح مهم جدا يراه من هو خارج الإخوان المسلمين لاتصال بداية مع مولانا الشيخ محمد الغزالي هو أصل لهذه الفكرة وقال إن العالم إذا بلغ درجة معينة ووصل إلى مكانة معينة ينبغي أن يكون لكل الأمة وليس هذا تقليلا من أهمية العمل الجماعي أو ما تقوم به الجماعات شيخ الإمام القرضاوي لم يقبل أن يكون مرشدا للإخوان المسلمين مع أهمية الجماعة ودورها أكثر من ثمانين دولة لأنه مرشد للأمة فهو لن ينزل من المرتبة الأعلى إلى مرحلة أقل الأمر الأخير أن ما فعله مولانا الإمام القرضاوي فرغه لما يحسنه والقضايا الإدارية والرئاسات التنظيمية تأكل الوقت هذه المدرسة التي بداها مولانا الشيخ الغزالي ثم فضيلة الشيخ القرضاوي الحركة الإسلامية مع عزازي وأنا من أبنائها لم ترتقي إلى ما فعله الشيخ القرضاوي فما زال البعض يأخذ عليه أنه خرج من التنظيم خرج من التنظيم لأن الشيخ أصبح ملكا للأمة بأسرها وينبغي أن تنتفع به كل الأمة وهذه من أكبر الدروس التي ينبغي أن تأخذ من حياة وعطاءات مولانا الشيخ القرضاوي ونحن أيضا منه فهم لوظيفة العالم في الأمة العالم ينطق بلسان الشرع ويوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول كلمة الحق على المقارئ القريب والبعيد على الموافق والمخالف فلو حبس العالم داخل إطار وظيفة إدارية في دولة وظيفة سياسية في حكومة وظيفة تنظيمية في حركة إسلامية كما تفضل شيخنا الدكتور عصام أصبح مقيدا بضوابط هذه المنظور هو لما ألف كتاب علق فيه على مرور سبعين سنة على الحركة الإسلامية كتب في المقدمة شيء وأنا طلبت منه أن يغير الكلمة يعني كتب أنه تربيت في الحركة كذا ثم خرجت قلت لا تكتب خرجت اكتب ثم استقللت فكتب في المقدمة ثم استقللت فأنت من حيث المنهاج الفكري والتربوي من الحركة أما الأسر التنظيمي هذا تعدد وظائف في مسار الحركة هي الفكرة أن الشرع حاكم على النظم البشري وإنه لا يجوز لمن يتكلم بلسان الشرع أن يكون محكوما بقواعدها الصغيرة فالعلماء في الأمة حكام على الصلاطين وحكام على الأمراء وحكام على الحركات فإذا ما سحبوا من هذه المساحة إلى أن يكونوا أدوات داخل هذه الأطر تتعطلوا فقدت الأمة هذه الوظيفة المركزية نعم فقد أيضا نريد أن نوازن بين مسألة استقلال العالم وقد يفهم بعض المشاهدين أننا نقل من العمل الجماعي أو العمل التنظيمي لا أبدا والحقيقة أن التغيير الحقيقي في الواقع لا يكون إلا بعمل جماعي وبعمل منظم وهذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته في السيرة النبوية وغيره فعلى العالم أن يراعي الأعراف والضوابط ويكون حورا ومستقلا أيضا وعلى الحركات والتنظيمات أن يتسع أفقها لكي تستوعب العالم وآراءه واكتهاداته تعالى يعني استمدادا من كلام أستاذنا الدكتور عصام في مسألة الموسوعية وقد جاءت على ألسنتنا جميعا الشيخ القرضاوي في منجزه الفكري إذا تحدثنا عن الأسر الباقي هو عالم موسوعي كما يعلم الجميع كتب في العقيدة الإسلامية كتابات تمثل نقلة بشهادات أساتذة العقيدة والفلسفة كتب في القرآن والتعامل معه كتب في السنة والتعامل معها كتب في الفقه وهذا ميدانه الأكبر كتب في الأصول كتب في أفتا فتاوى ست مجلدات كبرى كل مجلد تبنمت تسعممت صفحة كتب في الاقتصاد الإسلام كتب في التصوف كتب في الفكر سلسلة حتمية الحل الإسلامي سلسلة يعني ليست بالشيء الهي كتب في شرح الأصول العشرين لإمام البنة وسماها نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام كتب في الدعوة الإسلامية كتب في الثقافة الإسلامية كتب في ترشيد الصحوة الإسلامية كل التفسير طبعا القرآن وعلومه أنا أقول أن كل مجال من هذه المجالات يحتاج أستاذ بروفسور لكي يكتب وينجز ما أنجزه القرضاوي في هذا المجال على أن ما سينجزه هذا البروفيسور في هذا التخصص لن يكون كما كتب القرضاوي لماذا؟ لموسوعية الشيخ القرضاوي لأن إحاطة العالم بحقول معرفية وسقافية وعلمية متنوعة ينعكس هذا العلم والمعرفة على المجال الذي يكتب فيه بما لا يوجد في الأستاذ المتخصص الذي قصر نفسه على هذا المجال فإذا رأيت القرضاوي يكتب في القرآن وعلومه وتفسيره تقول القرضاوي لم يكتب إلا في هذا إذا رأيته في الفقه والأصول والمقاصد تقول القرضاوي لم يكتب إلا في هذا وهكذا وهذا درس عظيم جدا للعلماء الآن ألا يقصروا أنفسهم على فرع من فروع المعرفة الشرعية لأن العلوم الشرعية كلها يخدم بعضها بعضا ويخدم بعضها على بعض ويحدث لي من تقصير ما يحدث لي من تقصير فيه تخصصي الضيق يكون بسبب التقصير في تحصيل العلوم الخادمة والنافعة لهذا التخصص يعني الفقه لا يستغني عن اللغة العربية لا يستغني عن الأصول تقصير والحديث لا يستغني عن الحديث لا يستغني عن علو القرآن وعلومه كل كل هذا يخدم ويعطيك متانة وقوة طرح في تخصصك الذي تدرسه ويحدث لك من تقصير في تخصصك بقدر ما يحدث لك من تقصير في العلوم الأخرى فالعلماء الآن يحتاجون إلى توسيع المدارك قراءة في العلوم المختلفة داخل الحق لنفسه يعني القرضاوي لم يكن علما شرعيا فقط أنا أظن وأحسب أن علماء العلوم الإنسانية يتكلموا في علوم النفس وعلوم الاجتماع وعلوم التربية لو تقصدوا تراث القرضاوي لأنجزوا منه نظريات متكاملة في هذه العلوم وكانت هذه العلوم كامنة في فكر القرضاوي وفي طرح القرضاوي تقرأها خلف الصطور وفي الصطور وداخل الصطور وتحت الصطور فالقرضاوي هذا الإمام العلم حينما تنظر إليه بأي نظرة وتبحث في تراثه من أي زاوية تجد بغيتك في تراث القرضاوي وفي منقز القرضاوي أنا أريد أن أشير إلى مسألتين المسألة الأولى مع إيماننا وتسليمنا بما عليه الشيخ القرضاوي عليه رحمة الله من هذه الإمامة متعددة العطاءات لكني أود أن أقول لأجيالنا أن حركة التاريخ لم ولن تتوقف لأجل فرض مهما كانت إمامته وريادته وقيادته ومر على تاريخ أمتنا أعلام أفذاذ سجلوا حضورهم الفاعل في مسيرة الأمة المباركة وكانوا أحد أعمدة نهضتها والشيخ القرضاوي رحمه الله لبنة من هذه اللبنات السامقة الفارعة ذات القامة الطويلة ولكن حركة التاريخ لا تتوقف هذه الأمة أمة ولود وودود كما خرجت القرضاوي وخرجت من قبله الأئمة الأعلام قادرة على أن تخرجك ولذلك علينا أن نشهد الهمة ونوقظ الفاعلية في الأمة وأن نجتهد لنحفر لأنفسنا مجرا يشكل امتدادا لهذه اللبنات المباركة في تاريخ الأمة نستفيد من هذا المنهج ونبني عليه ونجدد وأعجبني من الشيخ القرضاوي عليه رحمة الله أنه في حديث التجديد كان العلماء يختلفون في كلمة من يجدد لها دينها أن من تحتمل أن يكون فردا كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز في المائة الأولى لأنه جدد الحكم على سنة الخلافة الراشدة والمعنى الثاني أن يتعدد المجددون المصلحون في القرن الواحد لكنه أضاف معنى ثالثة وهو أنه أن من في هذا العصر تجعل حركة التجديد هي حركة جهد جماعي وبدل أن يسأل المسلم من المجدد يقول ما دوري في حركة التجديد والإحياء والبعث وهذا معنى جميل ولذلك ندعو جميع الشباب الذين ينتظرون مثلما ينتظرون المهد المنتظر ينتظرون المجدد الذي يصلح عليهم أن يبذلوا جهدهم ليكونوا أحد أعمدة التجديد لعصرنا وزماننا كل في الحقل الذي نبغ فيه وتخصص فيه هذه واحدة الأمر الثاني وأختم به الشيخ القرضاوي من خلال تتبع لما كتب وهو دوره في إحياء الأمة قدم مشروعا متكاملا لنهضة الأمة ينقلها من عالم الوجود العادل إلى عالم الشهود الفاعل من عالم الإمكان الحضاري إلى دائرة الفعل الحضاري وقد لخصت مفردات جماع الدعوة إلى تبني المشروع الحضاري للنهضة أنها نهضة تقوم على العقيدة الموافقة للفطرة والعبادة الدافعة للعمارة والعقل المهتدي بالوحي والعلم المرتبط بالإيمان والأخلاق المترقية بالإنسان والجسد الممدود بالروح والأسر التي تصون الفرد والتشريع المحقق للمصلحة والعدل المؤيد بالإحسان والقوة المقترنة بالحق والفن الملتزم بالقيم والخير المتوشح بالجمال هذه مفردات لمشروع وفيه بس شيء للمشاهد أغلب الناس في الإعلام بتظن أنه كعادة الموزعين فيه ما يعرف بالأوتوكيو هذا فالناس بيظنوا فضلتك بتقرأ من الأوتوكيو هذا الشيخ عنده أوتوكيو رباني والأوتوكيو هذا ليس مكتوبا على شيء من ذاكرته أنا أصلاح أن يبارك لك فيها الله يبارك فيه الله يحفظ بس هو الذي تفضلت به هو مصداق قوله تعالى إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحافظ لا شك فيه يعني هو الله سبحانه وتعالى لن يترك هذا الدين هو تعهد بحفظه فالمهم أن نختار نحن أين نكون يعني أنا أذكر القصة التي كان ليها الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه إنما كان مع عمه أظن وكان من المفروض أن يصبح مزارعا فيمر شيخ لا يعرفه ولم يعرفه أحد فيكون هذا الشيخ سبب في أن يرسله عمه إلى الأزهر يعني هذا من توفيق الله يعني لا يمكن أن تفسرها إجاز الله هذا شيخ خيرا كثيرا الحقيقة وأختم بس بكلمة واحدة يعني مع إمامتنا وحبنا لشيخنا وإمامنا والدنا ومربينا نحن لسنا قرضاويين صحيح نحن محمديون من حيث الأسوى الكاملة والقدوة المعصومة ومن بقية أعلام الأمة نأخذ وندع كما علمنا إمام داري الهجرة ويبقى الأثر الباقي لهذا الشيخ بما ترك من هذا الميراث العظيم وكما علمنا هو وما وقع من اجتهاد أخطأ فيه فهو مغمور في بحر حسناته وفضائله والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسينه بألف شفيعي الحقيقة أنا أعيد منذ وفاة الشيخ القرضاوي قراءة منتجه الفكري كأنني أقرأه للمرة الأولى وأجد ربما في كل صفحة إشراقة من إشراقاته ومعنى أظن أنه لم يسبق إليه لذلك فظني أننا بحاجة كأمة إلى إعادة النظر في منتجه وإلى استخراج إشراقات الشيخ القرضاوي إلى إعادة تقديمها للأجيال القادمة لا على اعتبار أنها الكلمة الأخيرة في بابها فالعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة والاجتهاد لا يعرف الشاطئ الذي يتوقف عنده وإنما هو أمر ممتد متجدد وحسب السابق أن يفتح الطريق لللاحق وأن يدله على أصول المسائل أو أصول الأفكار لتظل هذه الأفكار موضع تداول ونقاش إلى أن يرث الله الأرض أمن عليها لكن الحقيقة من الواجب علينا نحن تلامزة الشيخ والمتأثرين به أن نقدم تراثه وإنتاجه العلمي مهضوما ميسورا للأجيال القادمة وقد بدأت باجتهاد شخصي تسجيل حلقات ألخص فيها بعض كتب الشيخ التي أراها كتبا مؤسسة وكتبا مؤثرة وأقربها إن شاء الله لذهن العامة أظن أن مشايخ الكرام الحضور يملكون من الأدوات ما يخدمون به تراث الشيخ حتى لا يكون كلام عن الشيخ كلاما يعني عاطفيا تنتهي أثاره بانتهاء المناسبة موت الشيخ القرضاوي ليس حدثا هينا ولا مجرد مناسبة يكفي عندها الحديث والكلام بعبارات الرثاء وقصائد الرثاء وإنما نحن أمام رحيل أكبر علماء الأمة في القرن الأخير وربما أقول أنه لم تعرف الأمة فقيها في وزن الشيخ القرضاوي وعمقه واتساعه وإنتاجه وقدرته على التجديد والاجتهاد في القرون الأخيرة المتطاولة ليس فقط في هذا القرن وإن شابهه بعض الأعلام في جانب فإنه اجتمع فيهما تفرق في كثير منهم والإمام القرضاوي من معدن الأئمة الكبار من أمثال الإمام النووي الإمام بن حجر وهؤلاء المجددين الكبار الكرام وسيعطيه التاريخ إن جحده حقه بعض معاصريه كما هو حال الأئمة الكبار دائما كلهم تعرضوا لذلك أنا شيخ الإسلام تيمي مات في سجن القلع وأنه عندما أذيع خبر موته اجتمع مئات الآلاف عند محبسه الذي مات فيه حتى قال لهم أحد الحضوري لو أن جمعكم هذا اجتمع له في حياته وصاح صيحة واحدة لا أطلقوا صراحة لكن حظ القرضاوي من مخالفيه وشانئك حظ كل الأئمة من أبناء زمانهم هذا شان العظماء هذا شان العظماء ولا شك عندي في أن التاريخ سينصفه وأن الأجيال القادمة ستحفظ له ما لم يحفظه معاصره من حقه لكن ما أدعو إليه تلامزة الشيح ومحبيه وأن يعيدوا النظر في منتجه الفكري فيستخرجوا ما فيه من الإشراقات البهية ومن الفوائد الجلية ومن الفتوحات الربانية ويقدموها للناشئة على وجه الخصوص فإن فيها من الفوائد ما تحتاج إليه الأمة سواء في الأخذ بنصوصه أو في البناء عليه لتطويره وإنتاج ما يناسب الزمان والمكان لكن سيظل فكر الشيخ فاعلا وحاضرا على الأقل في العقود القادمة بإذن الله من بركاته أن يبقى وامتد أثره بعد موته رحمه الله رضي عنه في نقطة لما نتحدث في قضية الموسوعية ونذكر إمام الفكر في العصر الحديث في المائة سنة هذه الذي لم يتكرر من نورة نظر إلى الآن الأستاذ سيد قطب رحمه الله هل نستطيع أكثر المغالين في حب سيد قطب أن يصف سيد قطب بالموسوعية؟ أبدا سيد قطب إذا تحدث أمور التفسير الدقيقة الأثرية بيرجع إلى ما كتبه الطبري أو ما كتبه الإمام ابن كثير تحديدا لكن حلق في سماء الفكر وحيدا وما زال يحلق صحيح لكن الإمام القرضاوي إذا جئت إلى قضية الشعر نفحات ولفحات الشموع والدموع سيد قطب أيضا كان شعر كبير طبعا ولو ديوان جميل طبعا له وهو في باب الأدب لكن سيد قطب سنعدد له في باب الفكر في باب الأدب في باب النقد في باب الحركة لكن هذا لا يجعله موسوعيا لكن الشيخ الإمام القرضاوي هات لأي باب من الأبواب أقول لك موجود في موسوعة القرضاوي له قرابة مئتي مؤلف كتبها في قرابة مئة سنة هجرية يعني عاش قرابة مئة سنة هجرية كتب فيها أكثر من مئة مجلد هذه المئة مجلد حصيلة قرابة مئتي كتاب لكن في اللقاء الأخير يعني الشيخ الإمام محمد الغزالي رحمه الله كتب ديوانا في الشعر كتب ديوانا وهو شاب لكن حجبه ومنع ظهوره ورأى أنه ألا يخرج أكاده أتصور شعر الشيخ الغزالي كتبه في أول حياته لكن هذه الموسوعية لما نتحدث عن فقه الزكاة الذي يقول عنه كبار الأمة كائل المودود والندوي ما كتب في بابه ما كتب في بابه ومصطفى الزرقى حمد المبارك قال هذا تنوب مثله المجامع طبعا هذا لا يكتبه فرد لما نأتي إلى فقه الجهاد أكبر حجما من فقه الزكاة وهو شيء فقه الجناء تعال إلى فقه الأخلاق الموسوعية موجودة ومتحققة في الإمام القرضاوي ليس في الكتابة فقه الصلاة فقه الصلاة أخيرا فقه الأداب لكن لما نأتي إلى واحد زي مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله أستاذ في المحاضرة وإمام في التفسير وكان أستاذا له وكان أستاذا له كما ذكر لك في المراجعات لكن قلم الشيخ القرضاوي كل هذا منسوخ من المحاضرات ومن الدروس فلم يكن مولانا الشيخ الشعراوي نعم عذرة الشيخ الشعراوي لم يكن كاتبا صاحب قلم لكن مولانا الشيخ القرضاوي إذا كتب فهو يبز الكتاب وإذا حاضر فهو في قمة المحاضرين وإذا وعظ اهتزت المنابر وإذا شعر فهو في قمة الشعور وقمة الأدبية لن نعدد فهو موسوعي في كل أبواب الموسوعية بس هو في هذه النقطة يعني منهجه في الكتابة السهل الممتنئ يعني المعاني العميقة يعمل على أسلوبه ليس صعب أيوة صحيح ميسر للقارئ ولطبقات القارئين من المثقفين من العام من الجمهور من النخب عندي نقطة أخيرة يعني هاستأذنك في النقطة دي تقرأ للشيخ القرضاوي فتمر عليك أشياء ولا تنتبه منها إليها في القراءة الأولى يعني مثلا أنا سوقفني قبل يومين وأنا أقرأ ولو أحد كتبه التي قرأت مرارا قبل ذلك وهو يقول لك في جملة اعتراضية يعني بين الكلام والنفوس ثلاثة فنفس حبيسة شهواته أو فإنسان حبيس شهواته وهو الأناني وإنسان مولع بإزاء غيره وهو الشيطاني وإنسان مشغول بعبادة ربه ونفع غيره فهو الرباني تخرج يعني بهذه الجملة الأطرية تقول إيه الكلام دا بيجيب الكلام دا مني وهذا متكرر مستفيد في كتابات أشوى على قصة السأل الممتنع يعني إحنا لما كنا شباب صغار يعني أنا قرأت الحلال والحرام في الإسلام ونا عمري يمكن 14 سنة كان مرجعنا أي صحيح في ذلك الوقت ما يجل الإنسان عنة في فهمه سهل بسيط مباشر وكان يجيب على كثير من التساؤلات التي كنا يعجزوا بها أمثال أستاذنا دكتور عصام البشير لكن الشيخ القراضاوي على مستوى الشخصي حينما سافرت من مصر إلى تركيا كان دائما السؤال وأول لقاء هنا في أول لقاء في تركيا به يعني أتاني من بعيد وهو في قمة الشوق ويسابق للأرض حتى يصل إلي وأنا أسابق أيضا وقابلني بالأحضان أحضان أبوية لازلت أتحسس وأتلمس وأشعر بدفئها وبحنوها منه حتى الآن مرة من المرات طبعا توفي أبي عليه رحمة الله وكان أول المعزين بالاتصال وهكذا كل الناس الذين عرفاهم الشيخ القراضي رحمه الله كنت كلما يعني أبطأت بالاتصال في شهر أو شهرين فكان يتصل ويقول يا أخي لماذا لا تتصل به لماذا لا تسأل عني وهو الإمام فكنت أقول له والله إني أبخل بدقيقة تضيع من وقتك في صالح الأمة بسبب اتصل شخصي يعني قال يا شيخ وصفي ليس لهذه الدرجة يعني أنا أحب أن أسمع صوتك وأن أطمئن على أحوالك ويسأل عن الأحوال المعيشية وعن الزوجة وعن الأولاد وعن المشاريع العلمية في آخر اتصل به قبل وفاته بشهرين وكان في المستشفى فاتصلته فردت زوجته الكريمة وقالت الشيخ نحن في المستشفى الآن والشيخ يعني مريح شوية فانتبه الشيخ وقال لها مين قال لك ده فلان لا هاتم مكلم فتناول الهاتف واتصل وبصوته المتهدج الذي أنهكه المرض أخذ يسأل أيضا عن الأحوال وعن الزروف والأحوال المعيشية والزوجة والأولاد والمشاريع العلمية وأخذ يدعو بصوت متقطع متهدج بأن يجعل الله في طلابه المداد وأن يصلح حال هذه الأمة يعني بوفاة الشيخ القرضاوي فقدنا إنسانا قبل أن نفقد العالم هذا منهجه مع كل تلاميذ مع كل محبي مع كل من عرف لكن في قضية طلب العلم والموسوعية لم يقل الشيخ القرضاوي أنني أديت ما علي ففي آخر اللقاء وكان معنا الشيخ أحمد إيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية أول مرة أجد الشيخ ينظر إلى علم نظرة التلميذ وهو دائما كان يسأل إذا لقي أهل العلم أول سؤال عن إنتاجهم العلم وماذا فعله صحيح حتى الأستاذ الصحفي الأستاذ دكتور محمد عباس كان حصل خلاف بينه بين الشيخ القرضاوي في كتابه وطلب مني أن أعتذر إلى الشيخ وقال لابد أن تقبل يده نيابة عني فذهبت إلي وقلت له هذه القبلة على يدك من الأستاذ محمد عباس الأستاذ المفكر فقال لي كيف قلمه قلوا له كيف صحته كيف قلمه قلت له ما زال يكتب وما زال رشيقا لما سأل الشيخ المعصراوي قال له قل لي يومك يا شيخ أحمد ماذا تفعل فقال له أنا أقرأ طلاب العلم والقراءات من الفجر إلى الظهر ثم في المسجد من وقت كذا إلى كذا قال له في أي المساجد في الدوحة قال له مسجد كذا قال له والله لو ركبي تحملني لآتي إلى هذه الحلقة يا شيخ أحمد أنا نفسي أخذ شيء من القراءات أخذ شيء من القراءات قلت له ما الذي فاتك من العلم يا أستاذ ما قال أنا ما فاتني شيء أعاتب نفسي عليه إلا الإنجليزية لكن أنا كان لازم أتعلم الإنجليزية قلت والله على همتك العالية قلتك لو ستت أشهر كنت حزت هذا الفضل